موسيقى مساء الخير عزيزينا مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمل وحياة برنامجنا متنوع بنقش فيه كل الموضوعات اللي بتهم الأسرة المصرية وخاصة المرأة زي ما بنهتم بالمرأة من الناحية الثقافية كمان بنهتم بيها من ناحية الجمالية وبنهتم بأنوزتها لإن المرأة بتحب الجمال وبتحب جمال بشرتها وجمال جسمها عشان كده حلقتنا النهاردة حلقة جمالية بحتة معينا إيكونت الجمال والطب التجميني الدكتورة مرام اللي هتكلمنا عن التأشير وأنواعه وإيه المناسب لكل بشرة هتكلمنا كمان عن الفلر والبوتوكس وإيه الفرق ما بينهم كمان الحل الأمثل للتجاعد عند المرأة خلينا نراحب بطرفتنا الجميلة أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور نرمين وأنا سعيدة الوجودة مع حضرتك في البرنامج النهاردة برنامج أمل وحياة وحب كل البنات تتمتع بجمالها وتبقى في أبها صورة بتتمنىها حابين نتعرف بحضرتك يا دكتور؟ أنا اسمي دكتورة مرام سيمي أخصائيات الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب وتجميل الجلد كنا نعرف من حضرتك إيه هو التأشير وأنواعه؟ التأشير ببساطة عبارة عن إزالة طبقات الجلد على حسب عمك التأشير بيتقسم الأنواع فيه عندنا حاجة سماس سوبرفشيا البيلنج أو إزالة الطبقة السطحية من الجلد الجلد طبعا زي ما احنا عارفين أو فيه ناس عارفة أو لا عبارة عن إبي ديرمز اللي هي الطبقة الخارجية اللي فيها كل خلايا جلد تتجدد باستمرار وفيه طبقة الديرمز اللي فيها بقى الأوعيات الدموية وبصيلات الشعر والغضد الدهنية والكلام ده كله تمام؟ وفيه طبقة بقى ما تحت الجلد والدهون فالتأشيره على حسب العمك بتاعه بيتقسم فيه عندنا تأشير سطحي اللي هو سوبرفشيا البيلنج وفيه ميديام ديبس وده الأغلبنا بنحتاجه وفيه ديب بيلنج ده بيحتاج بقى عناية معينة ويفضل يكون في مستشفى أحياناً أو ليه يعني بروتوكول كده قوي شوي إمتى نقول إن المرأة محتاجة تعمل بيلنج؟ والله هو الموضوع ده ليه شكين أول حاجة الشك التجميلي أو نوع من أنواع الروتين سكين كيري إحنا كلنا على حسب مراحل تقدم العمر وتعرضنا للشمس باستمرار أشعة الشمس الـ UVA والـ UVB مع الوقت بتأدي لتكسير طبقات الجلد وتكسير طبقات الكولاجن كمان بتحفز تسبغ الجلد فمع الوقت بيبتدي يزهر عندنا صانوس بوتس أو بعض البقع بنلاقي بشرتنا التون بتاعها مش مظبوط فبالتالي كروتين سكين كيري إن إحنا نعمل بيلنج بنجدد طبقات الجلد وبنتخلص من الطبقات اللي قريدي تعرضت للـ sun damage أو الـ stress أو الـ whatever damage اللي حصل لها فبالتالي بنجدده بالتأشير ده يفضل نعمله من 3 ل 6 شهور بصفة دورية حتى لو مش عندنا أي مشاكل خالص في بشرتنا عشان نحافظ على بشرتنا دايما فيها ليونة ونضارة وبالتالي بنقلل من ظهور التجعيد وبنقلل من مظاهر علامات تقدم العمر طب وده بيعتمد على نوع البشرة؟ آه طبعا هو مش نوع البشرة بس هي أصل الناس فهمة شوية نوع البشرة غلط نوع البشرة بيندرك تحته حاجات كتير أول حاجة اسمها الـ skin type فيه علم كده اسمه فيتزي باتريك قسم كده الجلد بتاع الناس على مراحل فبالتالي على حسب درجة لون الجلد وعلى حسب مدى تأثوره بأشعة الشمس أو الحرارة فيه ناس إزلي تاند اللي هي بتاخد التاند بسرعة وفيه ناس ما بتتأثرش وكذلك نوع البشرة بقى اللي احنا بنقصده أو اللي كلنا فهمينه اللي هي الايلي والماكسد والنورمل طبعا كل ده الدكتور أو طبيب الأمراض الجلدين مختص هو اللي بيقدر يحددلك بالضبط ايه النوع اللي مناسب لكي وايه عمك التأشير على حسب المشكلة اللي عنده طيب لو في مريضة عايزة تعمل تأشير هل في خطوات بتقولوا هلها تنصحيها بيها قبل ما تعمل التأشير؟ طبعا ودي برضو يا دكتور من أهم عوامل نجاح جلسة التأشير البرباريشن الاسكن برباريشن نحن نحضر العين كويس جدا قبلها أقل حاجة بأسبوعين ليه؟ لأن رقم واحد نطلع الفاصل نجي نكمل ورجعنا لكو بعد الفاصل كنت منتكلم مع الدكتور مرامة عن الخطوات اللي أن المريض يجب اتباحها قبل ما يعمل بيلنج تمام أنا كنت بقولك أن أهم من البيلنج نفسه التحضير لجلسة التأشير لأن ده من أهم العوامل اللي بتعتمد عليها نجاح جلسة التأشير وفي نفس الوقت كمان بنتجنب المضعفات والأثار الجنبية اللي ممكن تحصل لأن التأشير ده احنا بنشيل طبقة من الجلد ده جزء فبالتالي لو إحنا حضرنا جلدنا كويس هنحصل على الأفضل نتيجة وكمان هنقلل المضعفات طبعا البرباريشن ده بيشمل أول حاجة يعني البيشنط لازم تمشي على سن بلوك على طول بالركمنديشن بتاعته أو بالتوصيات اللي الدكتور هتقولها لها تاني حاجة بنستخدم كريمات بتقلل استصارة سبغة الميلانين اللي بتحتوي على الكوجيك أسد اللي بتحتوي على الهايدروكينو على حسب برضو المشكلة تالت حاجة بنستخدم كريمات بتساعد في تجديد أو بتصرع من معدل تجديد طبقات الجلد عشان الجلد يقشر معنا كويس زي الحاجات اللي فيها ريتينول أو حمض الريتينويك أسد ده بالنسبة لتحضيرات جلسة التأشير يفضل أن البيشنط تمشي على البروتوكول ده أسبوعين وبتوقفه قبل الجلسة بيومين أو ثلاثة عشان تعمل تأشير طيب فيه هل بيبقى فيه أعراض جانبية بعد عمل التأشير؟ طبيعي بيبقى فيه أعراض لأن ده حاجة بروسيدور بنعمله في جلدنا يعني مش العادي يعني بتاعنا بس الأعراض الجانبية دي من النادر أن هي تحصل لو البيشنط التزمت بالتعليمات بعد الجلسة كويس جدا ولو تحضرت كويس جدا من الأول ثالث حاجة استخدام المادة الصحة في المكان الصح يعني إيه؟ يعني الوش طبعا شوية أفلوبل نحن نستخدم له فراية كبيرة جدا من مواد التأشير زي التأشير البارد والكيميائي والليزر المناطق الحساسة بنفضل لها التأشير البارد لأنه بيبقى بتركيزات معينة آمنة للمناطق دي عشان تجنب إن يحصل فيها مضعفات الجسم طبعا برضو على حسب المكان كل مكان ليه حاجة خاصة بيه فبالتالي المضعفات دي بس بتحصل لو لو لقدر الله بقى حد عنده فعلا حساسية من المادة دي ما بنقدرش نتوقحها فيه ناس حظهم حلو بتبن ساعة الجلسة على طول وفيه ناس للأسف بتظهر بعد كده طب والكيميكال بيلينج التأشير الكيميائي فيه ناس بتشتكي بعد ما تعمل التأشير بيحصل التهبات في البشرة دي أسبابها تمام هو التهبات البشرة دي يعني بيبقى الشكل أكبر في سبابها البشنت نفسه لو ما لتزمتش بالتعليمات أو فرحت بقى منظر القشل لأنه بيبقى مغري في الأول أنها يتعطى تأشير بقديها للأسف بيبقى الجلد اللي تحت لسه ما اكتملش نموه فبالتالي بيظهر فيه بقع طبعا لو مشيت في شمس لو قفت في مصدر حرارة عالي ده كلها عوامل بتأدي لظهور المضعفات تاني حاجة لو اللي بيعمل السيشن أصلا حد مش بروفشنل أو مش طبيب فبالتالي هو ممكن مش عارف هو بيستخدم إيه أو قريدي ممكن يستخدم مادة قوية جدا في مكان حساس أو البيشنت نفسها هو مش قادر يحدد مادة الحساسية بتاعتها طيب بالنسبة للأيلي سكين أو السنستيف سكين ده نصائحة لها إيه لما تيجي تعمل بيلينج تمام الأيلي سكين لو فيه الأيلي نوعين فيه نوع أكني برون واللي هي قريدي عندها حب شباب وفيه نوع الأيلي العادي اللي هو المكسد أو اللي هي بس جاست إن هي عندها بصور خفيفة أو بشرتها بس بتزايت معيها ده طبعا التأشير هيفيدها جدا 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 إن هو يقلل الإفرازات الدهنية خصوصا لو بنستخدم مواد بتحتوي على أحماض اللبن زي المندلك واللاكتك أو مواد بتحتوي على السلسلك كل دي بتقدي بدورها لإقلال الإفرازات الدهنية في البشرة لو هي قريدي مريدة حب شباب طبعا التأشير خطوة من خطوات العلاج لحب الشباب بس لازم تمشي معي مع بروتوكول علاجي للحبوب ده يمشي مع ده تاني حاجة بقى أنا كنت عايزة أتكلم برضو على من ضمن أنواع التأشير المهمة جدا الليزر بيلنج اللي هو الفراكشن لسي أو تو ليزر أو الإربيا مياج ليزر دي أنواع من الليزر بتقوم برضو بتأشير طبقات الجلد بس فيها ميزة عن التأشير العادي سواء كان كيميكال أو كولد بيل التأشير الفيرت إن هي بتعمل حاجة اسمها سكن ريسيرفسنج بترجع مستوى الجل لطبيعته لو فيه ندبات لو فيه التوقات لو فيه خشونة فبالتالي بترجع ملمس الجلد لطبيعته وتاني حاجة كمان بتحفز الكولوجين في البشرة لأن بيبقى فيه هيت في البشرة فبالتالي الهيت ده بيحفز الكولوجين فبالتالي بيعمل سكن تايتنينج بيشد الجلد وبيزود متنته وليونته فبالتالي بيأخر من ظهور التجعيد بيأخر من تهده للجلد أو الإيجنج اللي بيحصل على مستوى الجلد نفسه فده برضو من ضمن التأشيرات وأنا بصراحة بنصح للسيدات إن هي تعمل فراكشنال ليزر مرة كل ستة شهور عشان خصوصا في سن ما بعد الخمسة وعشرين للخمسة وتلاتين كحاجة روتين سكن كير وانتي ايجنج عشان نؤخر من ظهور التجعيد ونحافظ على بشرتنا نقية فيها نضارة وليونة دايما إن شاء الله دايما إن شاء الله كنت عايزة أعرف من حديثك يعني إيه فلر وإيه هي استخداماته تمام الفلر من اسمه فل يعني يملأ دي المادة اللي بتقوم بامتلاء الجلد اللي بتعمل امتلاء أو قاعدة تعبئة لتجويف الجلد مع الوقت بيبتدي سور هي معينا تمام دي صورت بيلنج الكيس دي دي من ضمن الكيس المهمة جدا لإن هي كانت بنت عندها 26 سنة دي بتدى يظهر عندها نيزوليبي الفولد أو خطوط الخطوط التعبيرية فبالتالي كتمديها سنه أكبر من سنها بكتير جدا فطبعا أما أنا قلت لها فلر تخضت قوي وقالت لي أنا لسه صغيرة لأ في الكيس دي بالذات الفلر ده منداتوري لازم نلحق المشكلة بالفلر كل ما هي لسه في الأول كل ما يكون الموضوع بسيط فبالتالي بيباني الشكل الناتشرال جدا لو هتلاحظي يا دكتور إن شكلها صغر عشر سنين شكلها وفي الحقيقة طبعا عشان إحنا قصين كمية كبيرة من الوش فالشكل بيصغر أتوانس فبالتالي المشكلة بتتعالج أسرع وبيباني الشكل الناتشرال وفي نفس الوقت ما تيجي بتعمل ريفيل تاني بتتبقى كمية أقل الكيس دي حالة لبس يعني أنا كنت ببين إن مش لازم الفلر يبقى نفخ وهي بس مجرد شفيفة كترة وفيعة قوي ابتدى إن هي تترسم يبقى شكلها بلمبي كده وناتشرال طمام الحالة دي كبير الكيس دي عندها حاجة تسمعها المارينيت لاينز أو خطوط الحزن دي برضو بتبتدي تتني مع الوقت فالفلر طبعا عمل لها إصلاح للمنطقة دي أفهم من كتب أن الفلر مش مرتبط بسن معينة أه طبعا إحنا متعودين إن إحنا بعد سنة 35 الخطوط بقى حوالي العين وفي الجبهة ومش عرفين يبتدي نعمل فلر وبوتوكس خالص لأن الإيجنج أصلا لي عوامل كتير فيه فيه من ضمن العوامل عوامل جيناتكس أورادي هي العيلة دي بيبتدي يظهر عندها خطوط من بدري فطبعا مش هنستنى ما الخطوط تبتدي تتني وتبان ويبقى لأسف علاجها أصعب وأصعب طبعا كل ما بتتعالج بدري كل ما الشكل بيبقى أحسن وبالتالي الاستجابة تبقى أقب معينة كيس كتير طبعا ده بوتوكس بقى يا دكتور ده بوتوكس بيو نسبة البوتوكس كلمين عنه بقى طمام البوتوكس ده بروتين عبارة عن بوتيلانيام توكسن طيب A البروتين ده بيعمل ارتخاء في العضلات هيا فكرة البوتوكس ببساطة بيعالج التجعيد التعبيرية اللي بتبان مع تعبيرات الوش الضحكة اللي هي الخطوط اللي هي حول العين أو خط العبسة أو خطوط الجبهة وكل ما هي لسه تعبيرية البوتوكس بيعالجها من نسبة مية في المية فبالتالي الجلد بتاعنا ده عامل زي الأستك كل مع الضحك والخطوط التعبيرية بيبتدي يظهر التجعيد دي فكل طبعا ما نلحقها بقدري يكون أفضل البوتوكس كمان مش بس للتجعيد التعبيرية ممكن كمان نستخدمه في حالات فرط التعرق أو الابتسام اللي سوية كان فيه حالة ابتسام اللي سوية في السور دي بيلينج متهالي دي بيلينج اه طب هو البوتوكس أنا ملاحظة برضو إنه كمان مش مرتبط بسن معين لا طبعا مش مرتبط بسنة احنا نتفق بس إن هذه كلها مواد طبعية دي بتأخر ظهور علامات تقدم العمر بتخلينا نحافظ على بشرتنا ونظرتنا وإن احنا نبين دايما في سن أصغر من سننا كل ما احنا نبتدي بدري نحتاج كميات أقل والنتاج بتبقى أفضل بكتير طيب أنا عايزة عرف بقى من حضرتك الفرق ما بين الفيلر والبوتوكس كان بيطلق عليه الفيلر الدائم تمام؟ الفيلر ده على حسب أشهر طبعا أنواع المستخدمة حاليا الهيلورانيك أسد على حسب تركيز مادة الهيلورانيك أسد بيتحدد بقى أنواع الفيلر بيتحين فين؟ تحت العين طبعا بيبقى الترابط شوية ضعيف عشان دي منطقة دقيقة وحساسة الخدود بنحتاج ترابط قوي عشان تعمل لها رفع لو احنا محتاجين نعمل رسمة أو نحت الشفايف برضو بتحتاج تركيز أقل وفي بعض الصورة هيلة دي لعلاج الحبوب الحبوب الشباب تقريبا ده تأشير تأشير برضو كنت عايزة برضو أكمل كلامي عن الفيلر الفيلر الحالين دلوقتي بدأت الشركات تعمل ميكس مع الهيلورانيك أسد بتحط معاه مواد بتحافظ الدورة الدموية بتدي توريد بتطول مدة الفيلر بتديله نظارة أكتر زي الكالسيوم هيدروكسي أبيتايد ده أنا بصراحة بفضل الفيلر بيحتوي على المواد دي لأنه بيقعد مدة أطول وكمان بيزود الفوليوم وبيدي توريد ونظارة أفضل بيحافظ الكولوجين كمان يعني بيعمل سينرجيزم كده مع الهيلورانيك أسد طب بالنسبة للناس اللي عندها هالات سمرى تحت العين هتجبت نصح يوم بإيه؟ الهالات السمرى أول حاجة طبعا نعرف نوع الهالات ونعرف سببها إيه ده لازم نمسك طرف الخيط صح تاني حاجة لو فيه تجويف تحت العين بنفضل حقن الفيلر وكمان فيه بعض الحالات بتهتحان ميزو سيروبي للتفتيح فيه بي أربي فيه ممكن مع بعض الكريمات بيبقى لايف ستايل كده مع بعض يعني طيب بالنسبة للحالات اللي عملت فيلر وبوتكس حضرتك تنصحيهم بإيه بعد ما يعملوا الحاجات أول حاجة إن إحنا ما نتوقعش يعني ما نخافش لأن دي كلها مواد طبعية ما فيش أي مشكلة منها تاني حاجة إن هما يشربوا معي كتير يحافظوا على الهيلسي لايف ستايل يأكلوا أكل هيلسي يعني يعملوا في دلوقتي كمان حاجة اسمها أورال كولوجين كولوجين بيتاخد عن طريق الفم ده بالتالي برضو بيدي نظارة وبيخلي الفيلر يدي شكل أحسن ويقعد معنا فترة أطول المدة المتراوح يعني الدرجة اللي حقن الفيلر أو اللي بيعط فيها الفيلر من ست شهور لسنة ونصف الأجسام تفاعلها دي مادة غريبة بنحقنها فتفاعل الأجسام معيها بيبقى مختلف في ناس بتتكسر معيها بسرعة وفي ناس بتعود مدة أطول جميل ما شاء الله أنا بسطت قويين بعنومات حضرتك جميلة جدا وحديك عنك صفحة على الفيسبوك صحة دكتور مرام سامي وعلى انستجرام كماني حتيك بعبت نزلي فيها نصايح أكيد إن شاء الله بصراحة انبسطت جدا جدا كنت عايزة بس نصيحة للبنات في حاجة اسمها روتين سكين كير أو روتين أنتي إيجنج روتين لازم أي بنت في الدنيا تلات حاجات ما يفرقوش حياتها أول حاجة لسن بلوك ده حاجة زي الميا والشرب كده لأن الشمس مش بس بتصمرنا الشمس بتعمل تجعيد وبتعمل سكين إيجنج من أكتر الحاجات اللي بتأدي لزهور علامات تقدم العمر تاني حاجة الغسول المناسب لنوع بشرتنا تالت حاجة الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتنا على أن كل ما كان الجلد مرطب كل ما كانت الخلايا بتحتفظ بالترتيب الجواهة الهايدراشن فبيمنع انكماشها وبيمنع زهور التجعيد وكمان دلوقتي فيه كريمات بتحتوي على حمض الهايلورانيك ده بيعزز ترتيب الجلد بطريقة قوية جدا فبالتالي بنحافظ دايما على بشرة العشرينات في الثلاثينات والأربعنات إن شاء الله إن شاء الله يا دكتورة أنا انبسطت جدا بحضرتك معنا وبالمعلومات الجميلة اللي استفدناها من حضرتك والأسلة في وقت حلقتنا خلص وننتظركم إن شاء الله الأسبوع الجاي الساعة دنين في نفس المعاد وحلقة جديدة من برنامجكم أمل وحياة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة